بيبدأ الفيلم مع كوتن اللي ربنا كرم واخر كرم وبقى من المشاهير وكمان عمل فيلم جديد للاحداث اللي حصلت في الجزء التاني وفي يومه هو مروح بتجيله مكلمة بصوت واحدة بنت وبتفضل تقوله انها معجبة بيه جدا وبتبع كل اخباره وافلامه لحد لما الصوت ده بيتحول لصوت راجل وبيقوله انه هو واف قدام باب الحمام بتاع حبيبته وبيقوله انه هو يسأله سؤال ولو جاوب غلط هيخش ويقتلها وبيسأله هنا عن مكان سيدني لكن بيقوله كوتن انه هو ما يعرفش مكانها فين فبيقفل السكة في وشه وهنا بيروح بسرعة كوتن على بيته وبيفضل لرن على صاحبته لكنها مش بتسمعه وفجأة بتسمع كريستين صوت جاي من تحت وبتفتكره كوتن ولما بتروح عشان تشوف مين مش بتلاقي حد وبجي لها هنا المقنع وبيفضل يجري وراها بس بتقدر انها تهرب منه وبتدخل قضيتها وبتقفل عن نفسها وهنا بتسمع صوت كوتن وبيقولها انه كان بيهزر معاها وبيطلب منها انها تفتح الباب بس بتقوله انها خايفة منه فبيفضل يكسر في الباب وبيوصل كوتن وهنا بيلاقي ان الباب مقفول عليها ولما بيكسر عشان يخش بيلاقي ان كريستين وقفة وخايفة منه وبيحاول يهديها ويفهم ايه اللي حصل منها وبييجي هنا المقنع من ورا كريستين ولما بيحذرها كوتن بتفتكر انه هو بيتحك عليها لحد لما بيقتلها وبيفضل كوتن والمقنع يضربه في بعض لكن في الآخر بيقتله وبنعرف هنا ان هو معاه جهاز تغيير الأصوات وهنا بتكون سيدني عايشة في مكان بعيد لوحدها وبنشوفها انها بتشتغل كونسلتر قد الدنيا لمنظمة حقوق المرأة وبنشوف ان الموزيعة هي كمان بقت مشهورة وبتعمل مؤتمرات ومحدش قدها وبجي لها هنا المحقق مارك واللي بعرفها ان كوتن ومراته ماتوا وبقولها ان هو سابس صورة دي جنبه وسته وبنعرف ان هي صورة أم سيدني وهي صغيرة والأمن بيروح عشان يحمل الممثلين اللي بيعملوا الفيلم عشان بيبقى عليهم تهديد وبنشوف الممثلين اللي كل واحد فيهم واخد دور حد في الحقيقة يعني دي بتكون أنجلينا اللي واخد دور سيدني وده مايكل اللي واخد دور ديوي ودي جينيفر اللي واخد دور الموزيعة واسمها جايل وبتروح الموزيعة اللي اسمها جايل واللي بتقول لي ديه على حدثة كوتن وانه لقوا صورة أم سيدني جنب جسيته لكنه بيعرف انه عارف كل حاجة من اللي حصلت وبيجي هنا المخرج وبيدرت الموزيعة بره لستوديو لانه حواراتها كتير وفي البيت لما بتكون سيدني نايمة بتشوف انه أمها بتجي من الغابة وبتروح على قوضة بنتها وبتطلب منها أمها انها تفتح لها الشباك ولما بتروح عشان تشوفها بتلاقي انه المقنع ظهر لها تاني ودخل القوضة لكنها فجأة بتشوف انه كل ده كان بتهيأ لها وهنا بتروح صارة واللي المخرج كلمها وطلب منها انه يقابلها في المكتب بتاعه ولما بتسألهم عن المخرج رومان بيقولولها انه شوية وجاي وبيخرجوا وبيسيبوها وبتدخلوا المكتب بتاعه وبتفضل مستنياه لحد لما بيجي لها مكلمة وبيبقى رومان وبيقولها انه خلاص جاي في الطريق وهيتكلموا لحد اما ييجي وبيعتزلها عن التأخير بس في وسط الكلام بيقولها انه هيقتلها النهاردة فبتخاف صارة ولما بتيجي تخرج بتلاقي ان حد واقف على الباب انه المكنع وراها وبيخرج وبيزقها وبفضل يضربه في بعض شوية لحد لما بيقدر انه يقتلها وبيعرف دوي وجايل اللي حصل وبيروح على بيت جينيفر واللي بتبقى خايفة لدرجة انها بتعين حارس شخص ليها وبيرجع دوي وجايل للاسم وبيعرف المحقق مارك انه هو ساب صورة تانية لما سيدني ويصغيرها ولحد دلوقتي ما يعرفوش السبب في انه هو يسيب صور زي دي وبيروح للمخرج رومان واللي بيعرفو ان الفيلم بتاعه توقف وبيطلبوا منه انه هو يجي معاهم لان زمايل صورة قبل ما تموت قالوا انك طلبت منها تقابلك في مكتبك بس بيقولهم انه اصلا ما كلمش حد في الوقت ده وبيروح معهم على الاسم وفي يوم وسيدني بتعمل مكالمات بتلاقي ان في حد بيتصل بيها وبيقولها انه قتل ناس كتير جدا وان الدول هيكون عليكي وبتعرف سيدني ان المقنة عارف مكانها اللي هي قاعدة فيه بقالها فترة وكلهم بتجمعوا في البيت عشان يعرفوا يتصرفوا ازاي بس بيكون في واحد متعصف فيهم فانجلينا بتسيبوا وبتخرج وديو وجينيفر بيروح على القضة بتاعتهم وهنا بتيجي جايل تاني وبتعد تتجسس عليهم عشان تسمع اي حاجة لكن بيجي الحارس الشخصي بتاع جينيفر وبيدخلها للبيت وبيسألها هنا ديو عن سبب وجودها فبتقولها على موضوع الصورة التانية وهنا دوي بيلاحظ ان الصورتين في نفس المكان وبيعرفوا ان المكان ده هو ستوديو تصوير وهنا بيكون الحارس الشخصي بيتكلم في الموبايل في الكارفان بتاعه لكن بيجي المقنع من وراه بيقتله ولما بيخرج دوي وجايل عشان يعرفوهم موضوع الصور بيلقوا ان الباب تفتح لوحده والحارس الشخصي بيفرفر قدامهم والنور بيقطع عليهم وبيخرجوا بسرعة برى البيت بس بيسمعوا ان في حاجة بترن وبيعرفوا ان في فاكس جالهم وبيشوفوا الرسالة وبيعرفوا ان المقنع شايفهم وكلهم بيخرجوا لكن بيكون جون حابب يعرف باقي الرسالة ولما بيدخل يشوف اخر رسالة مش بيلاقي نور فبيشغل دماغه ويشغل الولاعة وبنشوف ان البيت انفجر وكلهم بيقعوا في الغابة وبتفرقوا عن بعض وبيكون المقنع جاي ورا جاي لكن بيلحقها دوي في اخر لحظة وبيدرب المقنع بالنار وبيروح بسرعة عشان يتطمن عليها وبنشوف ان المقنع قدر يهرب تاني وبتيجي هنا كمان جينيفر وبتحصلهم انجلينا وبيلاقوا ان فيه صورة تالتة لأم سيدني ومكتوب وراها انا اللي قتلتها وبيروح للمحقق مارك تاني عشان يعرفوا السر ورا سور أم سيدني وبيعرفوا هنا ان سيدني ممكن تكون عارفة اي حاجة عن السور دي وبيطلب من دوي ان هو يعرفوا مكانها بس مش بيردى ان هو يعرفوا هي فين وبيروح يتصل بيها بس قبل ما بيرن عليها بيكتشف انها جات الاسم بنفسها وبتعرفوا انها مشت من المكان اللي كانت فيه لان المقنع عارف المكان وانها وسط الناس هتبقى اامن انها تكون لوحدها وبتشوف سيدني السور بتاعة امها لكنها بتعرفهم انها متعرفش اي علاقة بين التلت سور وبيروحوا الارشيف وبتنزل جايل ومعها جينيفر وبيوروا السور لموظفة في الارشيف وبيقولولها انها كانت بتصور هنا من عشرين سنة وبيسألوها لو تعرف اي حاجة عنها وبتروحوا بتطلع ملف بتاعها وبتعرفهم انها عملت تلتة افلام وان اسمها الحقيقي رينا وان اللي عملها تلتة افلام هو المخرج ميلتون وبيكون رومان مع ابو ميلتون وبيقول لهم هنا ديوة وجينيفر وجايل وبيسألوها عن رينا وبيطلب من ابنه ان هو يروح دلوقتي وبعرفهم انه ما يعرفش عنها اي حاجة ولما بيقول له دوي انه ما يكلم الشرطة عشان تتحقق بنفسها بيقولهم انها كانت ممثلة شابة وانه هو اخرج لها تلتة افلام وما يعرفش عنها اي حاجة غير كده وهنا هم مروحين بيستغربوا ان ميلتون ما كان شرط يقولهم انه يعرف امه سيدني وبتيجوا مكلمة لديوي واللي بتكون سيدني وبتعرفوا انها تروح لرومان عشان عاوز يقول لها حاجة مهمة في البيت بتاعه وهنا كلهم بيروحوا للبيت بتاع رومان وبيكونوا مستنين سيدني وبيروح رومان مع جينيفر عشان يوريه حاجة مهمة في الكابو وديوي بيحس ان سيدني اتأخرت ولما بيجي رينا عليها تاني بيسمعوا ان الرقم في البيت وكمان في جهاز تغيير الصوت بيبقى جنب الموبايل وبيعرفوا ان اللي يكلمهم هي من سيدني وكل واحد بيروح في مكان عشان يدوره على رومان وجينيفر وبتنزل جاي للقابو عشان تشوف هم فين لكنها بتشوف ان رومان ميت وبتلاقي جينيفر اللي بتفضل تسرخ وبتلعه بسرعة من القابو ولما بيقابلوا انجلينا في سكتهم بيحذرها ان المقنع هنا ولازم يخرجوا مع بعض لكنها بتصمم انها تخرج لوحدها من البيت وبتسابهم وبتمشي ولما بتخرج بتلاقي ان المقنع قدامها وبيخلص عليها وبيرجعوا تاني الديوي لكن بيجي هنا المقنع وبيضربه وبيجروا وراهم وبيفضل يخلص على اللي بيلاقيه قدامه وكل واحد بيروح يستخبف المكان بتاعه وبيروح يقتل تايسون وجينيفر هنا بتجري من مكان سري والمقنع بيفضل يجري وراها وبتشوف ان فيه ازاز بس اللي برا مش بيقدر يشوفها وبتفضل تصرخ لكن ديوي مش بيبقى شايفها ولما بيلاحظ ان فيه سوت مرايا بيفضل يضرب في الازاز لكن بيلاقي ان جينيفر ماتت لكن هون بيخرجوا من الاوضة وبيفضلوا يدور على تايسون بس بيجي هنا المقنع تاني وبيضرب جايل لكن هون بيقعوا في القابو وبترين جايل بسرعة على ديوي وتقولوا انها في القابو مع المقنع بس بيشك انها ممكن تكون المقنع بس لما بتسبله بيعرف انها جايل وبيروح بسرعة عشان يفتح الباب وبيلاقي المقنع قدامه بس بيضربه بالسكينة في دماغه وبيغم عليه وبيقدر انه ويمسكهم هم الاتنين مع بعض وبتكون سيدني قاعدة في الاسم كده والا على بالها قاعدة مستنيه اخر الاخبار وبتصل بها المقنع وبيعرفها انه معاه جايل وديوي وبيطلب منها انها تيجي على بيت رومان واللي هيقتلهم هم الاتنين وهنا بتروح طبعا سيدني وبتاخد معاه مسدس احتياطي ولما بتدخل البيت بتلاقي جهاز كشف المعادن وبطلب منها انها تفحص نفسها وترمي المسدس اللي كانت مخبيها وبتدخل سيدني وبتشوف دوي وجاي لكن بيجي هنا المقنع تاني من وراها وبيضربها لكن بتكون سيدني مخبيها مسدس تاني احتياطي وبتضرب المقنع وبيموت بس لما بتجي تفكهم بلا ان المقنع مش موجود وام من مكانه وبجي لان المحقق مارك بس بتشك سيدني انه ممكن يكون المقنع ومش بترضى انها تسيب المسدس بتاعها وبيجي المقنع من وراه بيضربه وبتحاول سيدني تضربه بالنار لكن المسدس بيغلص منها وبتجري منه بس هنا بيجي لها المقنع تاني قدامها واللي بنعرف انه هو المخرج رومان والغريب كمان اننا بنعرف انه هو اخو سيدني والنبو اللي كان على علاقة باما سيدني وانه امها مرضتش تعلن انه هو ابنها وده اللي خلاه يكرهها وانه هو اللي قتلها وخلا كوتون يلبس القضية وانه هو كرهها بسبب انها بتفكروا بامه وهنا الجاهد ده بيجيب ابوه وبيتباحوا قدامها وبيعرفوا انه هو هينتقم من كل واحد بوز له حياته وبيروح عشان يقتل سيدني وبيحصل شوية اكشن في النص وضربه من هنا على ضربه من هنا لحد لما بيجي دوي وبيعمل قفلة والنور بيقطع وبيروح تاني رومان عشان يخلص عليهم وبياخد المسدس من مارك وبتقوم هنا سيدني ومعه السكينة وفاكرة انها كده هتقتله بس ما تعرفش انه هو معه مسدس وبيقتلها ولما بيحاول يتصل بديوه عشان يشتته بتيجي تاني سيدني من وراه بتقتله وبتعرفوا انها كانت لابسة واقل للرصاص وانه هو مش لوحده اللي ذاكي وبتخلص عليه وبيدخل دوي وجايل وبيخلص فيلم الحد هنا ما تنساش لعجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة واشتراكم في الجزء الرابع اللي فيه احداث مهمة جدا سلام